السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم العافية ثالث لقد عدنا من جديد لنكمل درسنا عيسى العوام درس التدريبات من صفحة 72 لصفحة 73 طبعا هذا الدرس كثير فيه تدريبات وقواعد جديدة عليكم وإن شاء الله اليوم رح أوضحكم إياها يا ثالث أول إشي رح نبلش بتمرين صفحة صفحة 71 التدريب صفحة 72 آسف صفحة 72 قبل البدء بشرح قاعدة مصدر الفعل الثلاثي طبعا هذا التمرين يتحدث عن قاعدة مصدر الفعل الثلاثي قبل ما أتحدث عن هذه القاعدة حاب أسألكم سؤالي الثالث ما هي أقسام الكلام ممتاز أقسام الكلام هي اسم فعل وحرف أقسام الكلام هي اسم وفعل وحرف ولان يا عزائي سوف أقوم بطرح جملة أمامكم وأريد أن تتعرفوا من خلالها على أقسام الكلام انظر إلى المثال الأول نزل المطر نزولا من يستطيع أن يوزع هذه الكلمات حسب أقسام الكلام؟ هيا يا ثالث ممتاز نزل هو فعل ماضي ممتاز والفعل الماضي هنا اقترنا بزمن معين فهو فعل ماض المطر هو اسم لأنه قبل التعريف قبل أل التعريف إذن هو اسم لأنه قبل أل التعريف الآن نزولا أيضا هو اسم لأنه قبل التنوين لأنه قبل التنوين الآن أن كلمة نزل نرجع لكلمة نزل نزل تدل على فعل ماض يعني يا ثالث تدل على حدث مقترن بزمن معين نزولا أيضا هي اسم لأنه قبل التنوين ولكن هذا الاسم نزولا يدل على حدث معين يعني يدل على أن هناك شيء قد نزل ولكن هذا الاسم يا ثالث غير مقترن بزمن معين ركز معي أنه هذا الاسم غير مقترن بزمن معين هو شيء دل على أنه قد نزل ولكنه ليس مقترن بزمن معين إنما يدل على فعل ولكن غير مقترن بزمن معين حين أقرأ وهذا هو المصدر وسنتعرف عليه من خلال أيضا المثال الثاني من يقرأ؟ نبح الكلب نباحا ممتاز أقسام الكلام من خلال هذا المثال يا ثالث ما هي؟ ممتاز نبحا فعل ماضي يدل على حدث مقترن بزمن معين مقترن بزمن معين الآن والكلب هو اسم لأنه قبل أل للتعريف ممتاز يا ثالث نباحا أيضا هو اسم لأنها قبلت التنوين ونباحا هنا إيش يا ثالث هو اسم يدل على حدث معين وهو أن الكلب قد قام بالفعل نبحا ولكن نباحا غير مقترن بزمن معين فهو مصدر إذا نباحا مصدر نأتي للمثال الثالث نأتي للمثال الثالث من يقرأ؟ ممتاز زأر الأسد زئيرا زأر الأسد زئيرا أيضا من يستطع الآن أن يحدد الفعل؟ ويحدد المصدر الذي أخذ من الفعل هي يا ثالث ما هو الفعل؟ ممتاز الفعل هو زأر طب وما هو المصدر الذي أخذ من الفعل؟ ممتاز زئيرا هو مصدر لفعل ثلاثي أحسنت هو مصدر للفعل من؟ زأر الفعل زأر هو مصدر ثلاثي يتكون من ثلاث حروف زأر إذن زئيرا هو مصدر للفعل الماضي زأر ولكن المصدر للفعل الثلاثي ما معنى هذا يا ثالث؟ شي يعني مصدر لفعل ثلاثي؟ شي يعني مصدر لفعل ثلاثي؟ يقصد بأن المصدر لفعل ثلاثي يعني أن هذا الفعل يتألف من ثلاثة حروف إذن أعيد ما ذكر سابقا حكينا نزل كلمة تدل على فعل ماضي مقترن بالزمن بينما نزولا هي اسم يدل على حدث معين ولكنها ليست مقترنة بزمن معين وذلك نسميها مصدرا وقلنا إنها مصدر لفعل ثلاثي لأن الفعل الماضي يتكون من ثلاثة حروف وهي نا زا لا للنا والإز والإل ثلاث حروف إذن هي ثلاث حروف الآن يا ثالث لو أنا أعطيتك بعض الكلمات حكيت لك كلمة ركضة هل تستطيع أن تستخرج منها المصدر؟ ممتاز ممتاز رقضا مصدره رقضا أو رقض طيب ما هو مصدر الفعل الثلاثي لكلمة زرعة؟ هيا يا ثالث كلمة زرعة ممتاز زراعة أحسنتم يا ثالث زرعة زراعة الآن دعونا ننتقل إلى التمرين الآن هي الثالث خلينا نحل التمرين مع بعض أكملوه على نمط المثال الآن الكلمات المكتوبة باللون الأحمر سبحة فعل ماضن إذن حطوا فوقها فعل ماضن ماضن الآن سباحة هي إيش؟ مصدر ثلاثي للفعل الماضي مصدر الفعل الثلاثي ممتاز الآن كتب هيا يا ثالث كتب ممتاز كتابة الرجاء كتابة الحركات يا ثالث حرثة ممتاز حراثة زرعة ممتاز ممتاز أبدعتم يا ثالث زراعة أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا التمرين ننتقل إلى تمرين ستة تمرين ستة يا ثالث بتعلق أنه هون بقاعدة جديدة دعنا ندرس هذه القاعدة يا ثالث وهي جزم الفعل المضارع هي الفعل المضارع المجزوم يا ثالث وكنا قد سبقنا وأن أخذنا عن الفعل المضارع بدرس أسنان السليمة أخذنا عن الفعل المضارع أحسنتم المنصوب وما هي أدوات النصب؟ أخذناها أن ولن وكي ولكن إحنا تحدثنا عن الأن أخذنا عن الأن واللن والكي وأن نلام التعليم هلأ إحنا يا ثالث فقط معنا اللي بدنا ناخدها البس اللي هي الأن واللن ولكن يا ثالث هل تتذكروا ما إعراب الفعل المضارع المنصوب؟ هي يا ثالث ممتاز فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره طبعا هي لامة تعليم وهدو اللي بتخلوها ثالث بس تكبروا صف رابع وخامس اليوم دعونا نتحدث فقط عن أدوات الجسم بالفعل المضارع المرسوم سنأخذ الفعل المضارع المرسوم عندما تدخل عليه أدوات الجسم قلنا في السابق أن الفعل المضارع الأصل فيه إيش بيكون يا ثالث؟ أصل الفعل المضارع دائما إيش بيكون؟ ممتاز فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم صح ولا لا؟ يعني لو أنا أعطيتك مثال حكيت لك يلعب محمد في الشارع يلعب محمد في الشارع الآن هو محمد هو تصرف خاطئ أنه يلعب في الشارع هو الأصل ومد يلعب؟ يلعب في الملعب صح؟ لأن الشارع ليس مكانا للعب الآن أين الفعل المضارع؟ يا ثالث في جملة يلعب محمد في الشارع أين الفعل المضارع؟ ممتاز يلعب وإعرابها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم لماذا هنا لم يسبق بأداة نصب أو جزم يا ثالث؟ دعنا الآن نجزمه على دعنا الآن نجزمه لأن الآن بدي أضعي الثالث قبل كلمة يلعب أداة جزم عشان أنا بدي أتعرف على أدوات الجزم لأنها توضع قبل الفعل المضارع وهي الآن لما أنا أحكي لم يلعب محمد في الشارع إذن أنا وضعت لم أداة جزم وضعت قبل الفعل المضارع لو أعطيتك جملة ثانية لم يحضر أبي من الصفر أعطيك جملة ثانية لم يحضر أبي من الصفر لو أعطيك كمان لا إنا هي هون لا تحمل واجباتك لا تحمل واجباتك وأعطيتك مثلا لام الأمر لتدرس جيدا لتدرس جيدا لام الأمر شكرا هون لتدرس جيدا نستخدم إحدى هذه الأدوات اللام واللام التعليم ونسبقها قبل الفعل المضارع إذن يا ثالث أنا بكتبها قبل الفعل المضارع مش بعده إذا قلنا نعود إلى الجملة الأولى إذا قلنا يا ثالث لا يلعب محمد في الشارع وحكيت لكم أنا لا يلعب محمد في الشارع أصبحت هذه لا الناهية لا النافية وليست الناهية فهاي بتدرسوها هاية ثالث طبعا هاي بتخلوها بصف الرابع وصف الخامس يعني هاي لا الناهية لا تصلح لهذه الجملة ما بيصير أنا أحكي لا لا يلعب محمد في الشارع ما بتزبط الآن أنا قلت هنا لم يلعب محمد في الشارع إذن لم يلعب محمد في الشارع هل تبقى الضمة فوق الفعل المضارع طبعا لا لاحظ المثال يلعب يحضر يحمل يدرس الآن عندما تدخل أدوات الجسم على الفعل المضارع يا ثالث فإنها تجزمه يعني بتشيل الضمة وبتحط بتشيل الضمة يا ثالث وبتحط إيش؟ السكون تجزمه فيصبح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره إذن تمحيها ومنضيف مكانها السكون الآن انظر في المثال الثاني لا هذه ما نسميها لا الناهية هاي لا الناهية خلينا نقرأ الجملة لا تهمل واجباتك لا يعني تنهي الواحد أنه يعني لا تعمل لا تهمل تؤمر مثلا أنا حكيت لك لا تهمل واجباتك يا محمد أنا بحكي يا محمد لا تهمل واجباتك هذه يا محمد طبعا إحنا أخذناها يا محمد أداء أسلوب نداء إذن أين أداء الجسم هنا في لا تهمل واجباتك؟ أحسنتم لا إذن أنا هنا لا أداء جسم تهمل فعل مضارع مرزوم علامة جسمه السكون الظاهرة على آخره إذن هنا لا لا الناهية تدخل على الفعل المضارع وتجزمه إذن اللم واللا نحن نتعامل مع هاتين الأداتين لم ولا لأنها كثير بتتكرر معانا بحياتنا اليومية يا ثالث فإحنا كثير بنستخدمها لم ولا يمكن هلا بتحقولي يا ميس عندك اللام الأمر في المثال الأخير لتدرس تنجح هي لا تختلف كثيرا عن لام الناهية ولام الأمر بتؤمر بس لام الأمر بتؤمرك ولكن لا الناهية بتنهيك عن العمل لام الأمر بتقولك لتدرس يعني أدرس تؤمرك أمر فهي بتقول لا لا في أداة جسم تدرس فعل مضارع مرزوم علامة جسمه أسيقون إذن ننتقل هنا القاعدة يرزم الفعل المضارع إذا سبق بأحد حروف الجسم وعلامة جسمه السكون الآن حروف الجسم هي لم تفيد النفي لام النافية لا الناهية تفيد النهي إنه بنهيني عن أعمل شيء خطأ لام الأمر تفيد الأمر إن أنا بتؤمرنا زي ما حكيت لك لتدرس يا محمد طيب لو أنا أعطيتك الثالث مثال من عندي حكيت لك لتساعد والدك يا أحمد لتساعد والدك يا أحمد عندك كلمة يا أحمد يا أداة نداء أحمد اسمه نادة الآن اللي هنا إيش بظيفته هون تؤمر تؤمر فيه تحكي هذه أداة جسم للأمين للفعل المضارع بس إنه أداة الجسم هي تدخل على الفعل المضارع الآن تساعد مين يعرف لي تساعد لي تساعد هي فعل المضارع مجزوم وعلامة جزم السكون الظاهرة على آخره هلأ يا ثالث إذن كم آدات جزم عنا للفعل المضارع ثلاثة أحلى هي اللم واللا الناهية ولام الأمر هدول يا ثالث بتحلفوا لميين للفعل المضارع لما يكون مرفوع بيحقولوا إنه إحنا لما ندخل عليك بدنا إيش نجزمك خلينا نقرأ التمرين يا ثالث ونتابع حلنا بالتمرين أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة قالنا الكلمات الموجودة بين القسين يغرد يهمل يحمل يسبح ماذا تلاحظوا هذه الكلمات؟ أفعال مضارع مجزومة بإيش مجزومة يا ثالث أحسنتم بالسكون إذن هي فعل المضارع مجزوم وعلامة جزم السكون الظاهرة على آخره ألف إذن أنا بدي أختار فعل مضارع مجزوم أضعه بالفراغ إن الأداة الجزم الموجودة أنه هون فقط هي لم ولم تفيد النفي عامر لم فراغ واجبه الآن عامر لم يغرد ولا لم يهمل ولا لم يحمل ولا لم يسبح أمتاز عامر لم يهمل واجبه الرجاء وضع الحركة السكون إذن لماذا حطينا يهمل يا ثالث؟ مش يهمل أفعال أحسنتم لأنها سبقها آدات جزم وهي لم إذن لم آدات جزم يهمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره عنا باغ نقرأ جملة باغ الطفل لم فراغ أشياء ثقيلة الطفل لم فراغ أشياء ثقيلة ماذا نضعف الفراغ؟ يحمل أحسنتم أداة جزم جزمة الفعل المضارع اللي هو يحمل وشالت الضمة وحطت مكانه سكون عنده وجود اللم إذن عنده وجود اللم على السريع الفعل المضارع بنشال معنه الضمة وبنحط مكانه السكون الآن جيم حسام لم فراغ في البحر لم إيش ثالث؟ لم يسبح في البحر أحسنتم دال الأصفور لم يغرد في القفص لم يغرد في القفص لم أداة جزم يغرد هيا يا ثالث أعلم ليها أحسنتم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون لماذا هنا علامة جزم السكون؟ لأنه سبق بأداة جزم وهي لم إن شاء الله يا ثالث تكونوا أنتم فهمتوا هاي القاعدة الآن ننتقل إلى قاعدة جديدة أيضا أيضا أكيد مرت معنا بالصف الثاني ومرت معنا الفصل الأول وهي قاعدة جمع المؤنات السالم قبل ما أنتقل لقاعدة جمع المؤنات المؤنات السالم يا ثالث ما هي أنواع الجموع؟ أن أحسنتم تحدثنا عن جمع التكسير وتحدثنا عن جمع المذكر السالم واليوم يا ثالث بنتحدث عن جمع المؤنات السالم جمع المؤنات السالم يا ثالث أول إشي أنا بدي أعرفه إيش هو جمع المؤنات السالم؟ زي ما أخلنا عن جمع التكسير وجمع المذكر السالم هو كل اسم يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء آخر الاسم المفرد في عندنا هون ملاحظة باللون الأحمر تحدث التاء المربوطة من آخر الاسم المفرد المؤنث عند تحويله إلى جمع المؤنث سالم مثال كتابة مثال كاتبة آسف يا ثالث مثال أعتذر عن القراءة لأنه شوين يتعبنا مثال لو أنا أعطيتك كلمة كاتبة هي مؤنث مفرد مؤنث بدي أحولها لجمع مؤنث سالم شو بدي أعمل هون بدي أحذف التاء المربوطة وأحولها لإيش إلى جمع مؤنث سالم كاتبات كاتبة كاتبات الآن أنا كلمة عاملة شو ده تسير يا ثالث أحطب التاء المربوطة سير عاملات طالبة طالبات الآن مثال هنا محطوط عنا معلمة حدفنا التاء طبعا هي مفرد مؤنث حدفنا التاء المربوطة أصبحت جمع مؤنث سالم معلمات إذن هي تدل على أكثر من أكثر من إثنتين أكثر من معلمتين سجادة سجادات هي أكثر من يعني سجادة ننتقل إلى حل التمرين أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة على نمط المثال حطوا فوق كلمة معلمة مفرد مؤنث فوق كلمة معلمات جمع مؤنث سالم كيف عرفنا إنها جمع مؤنث سالم؟ من خلال أيضا زيادة الألف والتاء الآن عنا كلمة مهندسة أضفنا إلها ألف وتاء لعند إضافة ألف وتاء تات ما بزبط إن أحكي مهندسة يعني أكتب التاء المربوطة وأحط بجنبها ألف وتاء هاي ما بتزبط فأنا بشتب التاء المربوطة بحط مهندسات الاس وبعدين أضيف ألف وتاء وحركتها تنوين نضم مهندسات الآن طبيبة نفس الإشي بشتب التاء المربوطة وبضيف ألف وتاء وتصبح طبيبات الآن ممرضة أضفنا ألف وتاء نجمعها بتصير ممرضات عاملة عاملات الرجاء حل التمرين وكتابة الحركات مهمة يا ثالث وإن شاء الله إنكم تكونوا استفدتم من القواعد اللي أخذناها اليوم يا ثالث وأي سؤال بتحبوا تسألوني يا ثالث أنا موجودة معكم على الواتس أي إشي مش فاهمينه كمان أحكولي وأنا برد برجة بعيد إذا بتحبوا كمان بعيد الشرح كمان مرة ويعطيكم ألف عافية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر